تحيات الوطن تحيات جمهورية مصر العربية الطابعة الأولى في قناة دريمو هذا أحمد المسلماني يحييكم السلام عليكم أردوغان يستيقظ على عشرين قاعدة أمريكية على حدود تركيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استيقظ فجأة أو استيقظ تدريجيا لغاية ما أدرك أن في عشرين قاعدة عسكرية أمريكية على حدود تركيا الرئيس التركي الآن بيشوف أن حصاد ما جرى أن في جيش أمريكي في جيش فرنسي الجيشان الأمريكي والفرنسي على حدود تركيا ما ظهر أنه في البداية تطويق لسوريا بدى الآن تطويقا لتركيا الرئيس أردوغان اتكلم لمحطة تركيا ان تي في اتكلم على قراءته الاستراتيجية للمخاطر التي تحيق بتركيا فقال ما يلي قال نمر واحد أنه في عشرين قاعدة عسكرية أمريكية في شمال سوريا على حدود تركيا بالتالي اتنين أن أمريكا أرسلت أسلحة شبها حجم الأسلحة اللي أمريكا حطتها في هذا المكان شمال سوريا على حدود تركيا الأسلحة دي خمس تلاف شاحنة ده تقدير رئيس التركي يعني خمس تلاف عربية نائل كبيرة شايلة سلاح وتلات تلاف شحنة جوية اذا بتتكلم على البعض بيقول الفين شحنة جوية بنتكلم على سبعة تلاف ما بين شاحنة وشحنة جوية لو كل شحنة أو شاحنة فيها مية مية وخمسين متين سلاح يعني مية وخمسين متين قطعة ده معناه قرابة مليون قطعة سلاح بقت موجودة على حدود تركيا الرئيس أردغان بيقول إن الكلام اللي تقال إن كل ده من أجل تنظيم داعش لكن هو بيسأل دلوقتي بيقول يا ترى كل القواعد دي علشان تحارب مين وكل الشاحنات دي عشان ضد مين وكل الشحنات الجوية اللي نزلت كأسلحة دي علشان تقاتل مين بتعبير الرئيس أردغان السؤال ضد من هذه القواعد ده السؤال كل القواعد دي 20 قاعد عسكرية أمريكية كل هذه الشحنات كل هذه الشحنات علشان تنظيم داعش هو بيقول لا إن الهدف تركيا وإن الموضوع مش موضوع تنظيم داعش وإن ده دعم لجامعات كردية متطرفة أو ما إلى ذلك إنما النتيجة النهائية إن تركيا الآن محاطة بعشرين قاعد عسكرية أمريكية بحوالي مليون قطعة سلاح بين شاحنات ضخمة كتيرة جدا أو شحنات جوية كل دي أفرغت حمرتها من السلاح في شمال سوريا لبقى دلوقتي بقت تركيا محزمة بحزام من نار إن فيه جامعات وتنظيمات في أسلحة في دعم خارجي وكل دول على أبواب تركيا ده اللي خلى الرئيس التركي يفزع مش بس يقلق وإنما يفزع ويتساءل السؤال ضد من هذه القواعد زمان كان النظام التركي متسامح جدا متفاهم جدا كانت علاقته ممتازة بكل دول الجوار وكل الدول العربية وكل دول العالم وكان فيه معادلة إن المشاكل مع العالم تبقى زيرو تبقى صفر تصفير المشاكل دلوقتي فيه مشاكل مع دول كتيرة جدا دلوقتي بقى المشاكل بقت أكتر مع تركيا نفسها واللي ظهر في الأول إن الهدف منه العراق أو سوريا أو دول أخرى يتضح الآن إن تركيا نفسها مستهدفة وإن تركيا نفسها فيه خطر والوقت اللي هو تصور فيه إنه حليف للغرب ضد دول وأنظمة أخرى دلوقتي بيوفاجأ إن الغرب ليس حليفا له كما كان يتوقع وإن الغرب بيشتغل ضد الأمن القوم التركي وإن بقى فيه جيوش كبرى على حدود تركيا جيش أمريكي عشرين قاعدة تبقى لتقدير رئيس أردوغان زائد جيش فرنسي الآن إلى منبج هو بيقول الفرنسويين هيندمه إنه بفناه يلاقي إنه فيه جيوش أجنبية وفيه تنظيمات وفيه أسلحة وكل ده على حدود تركيا وكل ده يرى أردوغان إنها حاجات معادية للأمن القومي التركي استيقظ الرئيس أردوغان لكنه استيقظ متأخرا للغاية ماذا يعني تجميع أقوى دبابة روسية داخل مصر أقوى دبابة روسية هي الدبابة تي تسعين كان زمان فيه دبابة سوبيتية قوية جدا تي اتنين وسبعين تي اتنين وسبعين دي تم تطورها مهندس اللي صمت اسمه فلاديمير فلما طورها عمل الدبابة تي تسعين حتى النبث سمت دبابة فلاديمير نسبة إلى المهندس اللي صمم هذه الدبابة تي تسعين هي أقوى دبابة روسية في القرن الحادي والعشرين وده تقدير خبراء في موقع روسيا اليوم تي تسعين هي أقوى دبابة روسية في القرن الحادي والعشرين تي تسعين حوالي وزنها ستة واربعين تن تواجه بمدافعها القوية جدا الدبابات والضروع والمروحيات وعندها قذائف خارقة فيها قدرة شديدة على الانفجار وتقدر تواجه صواريخ ودبابات وضروع ومروحيات وما إلى ذلك إذن حضراتكم هتواجه صواريخ من اللي تطلقها الدبابات المضادة يعني هتواجه دبابات وتواجه دروع وتواجه أيضا بعض المروحيات الدبابة القوية دي تسعين لما بدأت كان تمانا حوالي اتنين مليون دولار الدبابة الواحدة باتنين مليون دولار لكن الطلب عليها زاد قوتها ظهرت سعرها زاد دلوقتي الدبابة باربعة مليون دولار يعني ضعف السعر تقريبا للدبابة الواحدة تي تسعين دلوقتي الشركة المنتجة شركة أورال الروسية المنتجة للدبابة تي تسعين اتفقت مع مصر تبقى للمواقع الروسية إنها يتم إنتاج هذه الدبابة في مصر هيتم تجمعها وإنتاجها وبدأ أعمالها طبعا وتشغيلها داخل مصر وإن مصر هتنتج من هذه الدبابة تجميعا حوالي ربعمائة دبابة في المرحلة الأولى وده معناه إن إحنا بننتقل في بعض الأسلحة من الاستراد أو مشتريات السلاح إلى التجميع وفي أسلحة أخرى إحنا فيها في مرحلة التصنيع وفي أسلحة بنستوردها وندخل معاها مرحلة التطوير فبتستوردها بمستوى لكن بتطورها إلى مستوى آخر وفي أسلحة بنستوردها ونستخدمها كما هي لكن في أسلحة طرق عليها تطوير أسلحة هتجمع ثم تصنع لاحقا أسلحة بتصنع كلها داخل مصر ده معناه إن الرؤية الكبيرة لتحديث الجيش المصري والتي بدأت منذ سنوات في عهد الرئيس السيسي إحنا كان وزار للدفاع ثم رئيسا للجمهورية قائدا أعلى القوات المسلحة سواء التدريب أو رفع الروح المعنوية للجيش أو عملية التسليح ووصن إلى المركز العاشر على مستوى العالم من أقوى عشر جيوز في العالم ده معناه إن فيه رؤية استراتيجية لتحديث القوات المسلحة بعضها فيما يخص التسليح تصنيع بعضها تطوير بعضها تجميع بعضها مشتريات إنما فيه رؤية بتجمع كل ده في إطار أن نصل في المستقبل إلى مستوى أعلى من التصنيع العسكري الثقيل الدبابة تي تسعين أقوى دبابة روسية في القرن الحادي والعشرين يبدأ تجميعها في مصر قريبا كيف تجرأت داعش وقررت خطف رئيس وزراء ماليزيا 2014 الصعود الكبير لتنظيم داعش 2014 الخطبة الشهيرة لأبي بكر البغدادي 2014 الناس كلها كانت في فزع هذا التنظيم جاي منين ورايه على فين ومين اللي وراه وإيه بقى الدبحة والأتل والدماء والكوارث اللي عمل هذا التنظيم في أماكن توجده وفجئنا بعواصم حضارية كبرى زي الموصل بتسقط وراءها حواضر أخرى تحت هذا التنظيم الإجرامي الآثم إنما وجه آخر لهذا التنظيم أو وجه آخر ضمن تمدد هذا التنظيم في العالم كانت برضو 2014 بدأنا نلاقي في ماليزيا في أندونيسيا حركات متطرفة بدأت تبايع داعش وتنضم إلى تنظيم داعش في 2014 كان فيه خطة كبيرة لضرب العاصمة الماليزية كوالنبور إنهم كانوا حيسرقوا أسلحة من الجيش يطلعوا من سكنات الجيش الماليزي بعدما يسرقوا الأسلحة دي ينفيذ بها أربع هجامات ضخمة في العاصمة كوالنبور وفي مناطق أخرى في ماليزيا إنما يناير 2015 كان فيه مفاجأة خطيرة جدا كشفت عنها وكالة ريترز لما أجرت حوار مع أحمد زاهد نائب رئيس الوزراء في ذلك الوقت نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد قال لريترز إنه تنظيم داعش عمل خطة كان 13 فرد سمه بأشياطين 13 الخطة ديت إنه هو يخطف رئيس الوزراء ده عمليا بقى أعقد من اغتيال رئيس الوزراء ماليزيا دولة برلمانية رئيس الوزراء هو زعيم البلاد الشخصية رقم واحد سياسيا في الدولة فزعيم البلاد اللي هو رئيس الوزراء داعش عمل خطة لخطف رئيس الوزراء شو بقى كمان وخطف مين وخطف وزير الدفاع وخطف وزير الداخلية وخطف وزراء آخرين لب إذن مجنوعة وزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس الوزراء يعني كل الدولة الماليزية بأعلى مستوياتها سياسة وجيشا وشرطة طبعا العماية دي وقد حصلت مش بس إهانة كبرى لماليزيا وإنما ممكن إرباك الدولة الماليزية اللي هي يابان العالم الإسلامي النموذج الباهر الرائع في العالم الإسلامي نموذج التنمية والتقدم في ماليزيا الشقيقة فتخيل هذا التنظيم اللي خطت لخطف رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية وزراء آخرين كان ممكن إلي يحصل لو نجح في تلك الخطة الإجرامية سنة 2015 2018 كل الشاب اللي لقي خبر في ماليزيا عن إلقاء القبض على مجموعة من تنظيم داعش في ألأ إن الدواعش رجعوا من سوريا والعراق بعضهم إلى جنوب شرق أسيا والنم بيستهدفوا بالأساس إندونيسيا وماليزيا بس بقى شوفوا الجرأة كانت وسطة 2015 لفين لخطف زعيم البلاد ووزراء الدفاع والداخلية يا ترى ماذا يخطط من جديد تنظيم داعش وماذا يريد تنظيم داعش بعد هزيمته في العراق وثوريا أو بالأحرى ماذا يريد الذين يحركون هذا التنظيم الإجرامي من أجل إرهاق الأمة الإسلامية وتخريب ديار المسلمين كنز ثمين عثرت عليه روسيا في سوريا الأسرار العلمية للطيارات للصواريخ من أخطر الأسرار يعني أي صناع الموبايل الموبايل مش بس المواد المستخدمة في هذا الموبايل إنما أسرار هذه الصناعة إزاي تصنع هذا الموبايل كذلك الطيارة مش وزنها حديد أو ألمونيوم أو أي حاجة في إطارات السيارات أو مأسورة الطيارة إطارات الطائرات أو المأسورة أو غيرها إنما الموضوع كله هو النحية العلمية التصميم العلم اللي في الموضوع الأسرار العلمية هي من أخطر ما يكون وبالتالي لما في دولة تقع عندها حاجة تكنولوجية قوية جدا تبع الخصم أو العدو ده بيكون كنز ثمين جدا فكرين حضرتكم قبل كده في الصين وقعت طيارة أمريكية طائرة تجسس أمريكية لما وقت في الصين الصينيين خدوها ورفضوا يسلموها إلا لما يفكوها كلها يفككوا هذه الطائرة ويعرفوا أسرارها وتركبها والنظريات اللي هم اعتمدوا عليها في البناء الهندسي ليها لما ياخدوا كل الأسرار لهذه الطائرة فيه كنز ثمين جدا وقع في إيد روسيا في سوريا هذا الكنز تبقى لروسيا إنما أمريكا لم تؤكد هذا الأمر إلى الآن بالعكس كان فيه سقوط أي صواريخ سواء بالدفاع الجوي أو سقوطها سليمة على الأراضي السورية ما هو الكنز؟ صواريخ طومهوك من الصواريخ القوية جدا وهي فخر الصناعات العسكرية الهجومية الأمريكية فالروس بيقولوا إن فيه اتنين صواريخ طومهوك وقعوا على سوريا لردس سوريا في الضربة الثلاثية الأخيرة والصاريخين دول لم ينفجرها وده معناه إن فيه اتنين صواريخ طومهوك سلام موجودين على الأرض في سوريا اللي حصل إن الروس أخذوا الصاريخين دول ونقلوهم على روسيا البعض كان بيقول من الخبراء هل ممكن الصاروخين دول ينفجروا؟ ما ممكن الصاروخ منفجرش على الأرض تيجي بقى تنقل هذه الصواريخ وأصلا كان عندها أمر بالضرب ممكن تنفجر في الطريق إلا إن خبراء قالوا مش هينفجر الصاروخين وتم نقلهم بالفعل اتنين طومهوك إلى روسيا طيب الروس كده عثروا على كنز ثامين جدا يعني اتنين طومهوك في سوريا تخيل بقى الروس لما يكون عندهم هذا الكنز الكبير طومهوك لو فخر الصناعات الدفاعية الصناعات الهجومية الأمريكية يكون موجود عند الروس طيب هم ممكن يستفيدوا إزاي؟ نمرة واحد حضراتكم دراسة لماذا لم ينفجر الصاروخين دول ليه ما انفجروش؟ فطبعا العلماء والخبراء والمهندسين والمختصين هيشوفوا الصاروخين دول ليه ما انفجروش؟ هم تلقوا الأمر وبعدين نزل الصواريخ المفروض إن عندها أمر ذاتي إن المحرك حتى لو تعطل لو حصل كذا بينفجر الصاروخ طومهوك اللي هو من أقوى الصواريخ في العالم يبقى إزا أول سؤال علمي هيشتغلوا بقى عليه في ورشة عمل قوية جدا جدا لماذا لم ينفجر الصاروخان طومهوك الأمريكيان؟ نمرة اتنين منظومات التحكم والتوجيه دي منظومات قوية جدا خطيرة جدا فيطر بقى منظومات التحكم والتوجيه ديت إيه بقى أبعدها؟ وزي بيتم التحكم في طومهوك؟ وزي بيتم توجيهه؟ برضو المهندسين المتخصصين والفنيين هيدرسوا هذه المنظومة لما تدرسها تعرف تقلدها أو تعرف توجيهها نمرة ثلاثة تحليل غطاء هيكل الصاروخ اللي هو بقادر على مواجهة موجات الراديو وأنه كمان يتهرب من أي مراقبة فيشوفوا هذا الطلاق اللي بيخلي هذا الصاروخ يتخفى ويبقى شبحي والرادار ما يقدرش يرصد هذا الصاروخ فلما يدرس الطلاق والمكونات اللي بتخلي هذا الصاروخ ما يبنش لمستويات كتيرة جدا من جسد الرادار يعرف بعد كده إذا يقدر يكتشف هذا الصاروخ شوفوا قديده كنز سمين جدا إنك بقى تقعد تدرس كل نقطة في هذا الصاروخ طومهوك اللي عصرت عليه سليما داخل أراضي السورية نمرة أربعة الكشف عن حقيقة قدرة الصواريخ على تغيير مصارتها يعني الصاروخ طومهوك الكلام الثابت استراتيجيا إلى الآن إنه تم إطلاقه مثلا من الغواصة الفلانية أو السفينة الفلانية وهو ماشي ممكن تدي أمر بتغيير المصار يعني هو ماشي من النقطة دي للنقطة دي تدي أمر يطلع من النقطة دي للنقطة دي أو يرجع في هذا الاتجاه لو أنت استخدمت أو عرفت الطريقة اللي بيها الصاروخ طومهوك يتم توجيهه بعد إطلاقه هيتأكدوا الأول هل ده صح؟ ولا ده كلام مش بزبوط هل دي حقيقة علمية عسكرية استراتيجية ولا يا ترى دي دعاية أمريكية وإعلام غربي الحاجة التانية بقى لو أنها حقيقة أمريكية ويا طبعا الأرجح حقيقة أمريكية إزاي بقى أنه يقدر يتعامل مع هذا الصاروخ نمرة خمسة تحليل قدرات هذا الصاروخ مقارنة بالصواريخ المجنحة الروسية سباق تسلح عندنا طومهوك وعندنا صواريخ أخرى موجودة في روسيا هيتم المقارنة وإزاي بقى ممكن الصواريخ الروسية تعدي الصواريخ الأمريكية بعد ما يشوفوا مزايا الصاروخ طومهوك وأخيرا تحسين مستوى الدفاع الجوي ما هو الصاروخ ده هجوم جوي بيوجهه إيه؟ دفاع جوي اللي هي صواريخ S300 S400 لما أنا أعرف بقى كل أسرار هذا الصاروخ زي ما قلت لحظتكم أعرف كل شيء يخص هذا الصاروخ من الطلاق للتوجيه للتحكم لإمكانية توجيه وأثناء التحليق كل الكلام ده لما أعرفه علميا وأعرف كل مكوناته أعرف أطور الدفاع الجوي الذي يواجهه إنه صيد ثمين لم تحلم به روسيا لكنه وقع أمامها في الضربة الأمريكية البريطانية الفرنسية على سوريا طبعا ديت الرواية الروسية إن سقط صاروخين على الأراضي السورية ولم ينفجر تم أخذهم إلى روسيا لبحثهم ودرستهم إن الرواية الأمريكية إن ده ليس صحيح لا صحيح إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 71 صاروخ ولا صحيح إن فيه صاروخين سقطوا بدون انفجار ولا صحيح إنهم تنقلوا إلى روسيا الرواية الروسية حصل الرواية الأمريكية لم يحدث حافظ الله الجيش حافظ الله مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر